موسيقى نشرة التاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعناوين سلاح الجو الليبي يشن صباح اليوم اربع غارات جوية على مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سيرت وخمس نساء من التنظيم يسلمن انفسهن للبنيان المرصوص مجلس نواب يعتبر ان التمترس خلف السلاح خارج المؤسسة العسكرية والامنية جريمة يعاقب عليها القانون ونصية يقول ان حكومة الازمة تفقد النصاب القانونية للانعقاد توقيع مصالحة بين جنزور والرجبان والاتفاق على تشكيل لجنة الامنية المشتركة بين المدينتين لمكافحة الجريمة موسيقى اهلا بكم ما اكد ناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية لعملية البنيان المرصوص محمد جنونو ان سلاح الجو الليبي شن صباح اليوم اربع غارات جوية على مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سيرت واضاف جنونو لقناة ليبيا لكل الاحرار ان هذه الغارات استهدفت اربعة مواقع يتمركز فيها افراد تابعون لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الجيزة البحرية مشيرا الى انه تم تحقيق اصابات مباشرة في صفوف التنظيم هذا وقد فاد جنونو الى قيام او بقيام طيران الدعم الدولي مساء امس بتنفيذ ثلاث طلعات جوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة هناك اكد عضو المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص محمد سويب ان خمسة نساء تابعات لما يعرف بتنظيم الدولة في سيرت سلمنا انفسهن لقوات البنيان المرصوص بسبب نقص المواد الطبية والغذائية في المناطق التي لازال عناصر التنظيم يسيطرون عليها واضف سويب لقناة ليبيا لكل الاحرار ان من بين من سلمنا انفسهن تونسية ومغربية وثلاث غانيات وقد تمت حالتهن لادارة التحقيق من اجل استكمال التحقيقات معهن من جهة ثانية قال سويب ان الوضع في سيرت يشهد اليوم هدوءا حاذرا مشيرا الى ان عدد من بقي من عناصر التنظيم داخل المدينة يبلغ حوالي خمسين عنصرا يسيطرون على مساحة لا تتعدى 1400 متر مربع كشف تقرير صحفي ايطالي نقلته شبكة دوتشيفيلا الالمانية عن تكثيف طيران الدعم الدولي لغاراته الجوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سيرت باستخدام طائرات من دون طيار وذكر التقرير ان طيران الدعم الدولي استخدم تقنيات عالية الدقة في استهداف مواقع التنظيم فضلا عن استخدام الطائرات المروحية لمهاجمة المجموعات الصغيرة من عناصر التنظيم واستهدافها بشكل مباشر واكد تقرير انحسار تنظيم الدولة في سيرت في مساحة لا تتجاوز كيلو مترا واحدا بحسب نص التقرير وقال الخبير في الشؤون الامنية والعسكرية سليمان بن صالح في نشرة سابقة على قناة ليبيا لكل الاحرار ان خروج بعض عائلات القيادين فيما يعرف بتنظيم الدولة من معقلهم الاخير في سيرت هو دليل على ان التنظيم بات يلفظ انفاسه الاخيرة في المدينة حسب تعبيره اليوم تقول الاخبار الواردة من هناك ان التنظيم في تركه بشكل فعلي وحقيقي بات يحتضر وهو يلفظ انفاسه الاخيرة وما يدل على ذلك كما اردت اخي الفاضل هو خروج بعض العائلات قادة التنظيم وتسليم انفاسهم الى قوات البنيان المرصوص فبالاضافة الى حصار ما تبقى من عناصر التنظيم في مكان ضيط جدا فان نفاذ المؤمن والمياه والدخائر منه بات عمرا واقعا سيارت لجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي بتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع مصراتة ولجنة الازمة في سيرت قافلة اغاثة انسانية لسكان مناطق السبعة والظهير الواقعة غرب مدينة سيرت وقال مدير مكتب الاعلام بسيرت محمد الاميال لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المساعدات استهدفت اكثر من ثلاثمائة وخمسين عائلة من العائلات التي عادت لمنازلها بعد تحريرها من قبل قوات البنيان المرصوص الى ذلك سيارت جمعية اياد الخير للاعمال الخيرية في طرابلس قافلة اغاثة انسانية ممولة من برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة الى نازح سيرت في ترهونة وقال مسؤول ملف الاعلام بسيرت محمد الاميال لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عدد العائلات المستهدفة من هذه القافلة يبلغ حوالي مئتين وعشرين عائلة وكانت الجمعية قد سيرت خلال الاسبوع الماضي قوافلة مماثلة للنازحين في طرابلس والجفرى وترهونة وغيرها من المناطق الاخرى اعتبر مجلس نوابا التمترس خلف السلاح خارج ما سماها المؤسسة العسكرية والامنية يعد جلمة يعاقب عليها القانون ودعى مجلس نواب في بيان له المنضوين تحت التشكيلات المسلحة الى الالتحاق بالمؤسسة العسكرية التابعة له خاصة بعد اصداره لقانون العفو العام الذي يسري على الجميع باستثناء من ارتكب جرم واضاف بيان مجلس نواب انه ستراعى ظروف من لا يريد الالتحاق من حيث مرتباته الى حين توفير فرصة عمل مناسبة له ان التمترس خلف السلاح خارج المؤسسة العسكرية يعد الجلمة يعاقب عليها القانون ولا يؤمن المستقبل وحيث ان مجلس نواب أصدر قانون العفو العام والذي يسري على الجميع بدون استثناء وتوقف الملاحقات القانونية الا لمن ارتكب جربا يحاسع عنه القانون عليه يطلب المجلس من ابنائه المنطوين تحت تشكيلات المسلحة الانتحاق بالموصلة العسكرية لمن اراد ذلك مفقل اللوايح المعمول بها ستراعى ظروف من لا يريد الالتحاق من حيث مرتباته قال عضو مجلس نواب عبدالسلام نصية ان تواصل عدم تقديم وزراء جدد من قبل حكومة الازمة لمنحهم ثقة مجلس النواب يجعل الحكومة تفقد النصاب القانوني للانعقاد والذي ينص على نصف عدد الوزراء او زائد واحد كما اضاف نصية لقناة ليبيا لكل الاحرار انه على حكومة الازمة تقديم استقالتها والتحول الى حكومة تصريف اعمال الى حين الوصول لحل في الاتفاق السياسي او اعادة تشكيلها من جديد كما اشار نصية الى ان حكومة الازمة تعمل باربع وزارات فقط هي الاقتصاد والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي ورأى استاذ العلوم السياسية بجامعة مصرات محمد بن طاهر ان هناك تخبط لدى جميع الاطراف في تطبيق الاتفاق السياسي خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على حكومة الوفاق الوطني محذرا من فشل الاتفاق السياسي ربما اهم الخلاف في الاتفاق السياسي هو عدم المصادقة على حكومة الى غاية الان هذه اشكالية المعضرة كبيرة لان نزل من اعلم ان الاتفاق السياسي لديه ثلاث مخرجات برنامان ومجلس رئاسي وحكومة الوفاق البرنامان موجود المجلس رئاسي موجود لكن حكومة الوفاق التي ستتولى الى الى التفعيل الى الى التنفيذ الى غاية الان لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب إلى غاية الآن هناك تخبط حقيقة في الاتفاق السياسي اعتذر المجلس الأعلى للدولة في بيان له عن حضور اللقاء المزمع عقده في الشخرة يوم غد الأربعاء بهدف التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة وأضاف البيان أن المجلس يرى أن يتم تشكيل الحكومة في إطار الاتفاق السياسي الليبي الذي يحصل اختصاص تشكيل الحكومة في المجلس الرئاسي دون وجود دور لأي طرف آخر رافض للاتفاق السياسي مثمنا الجهود الرامية لرأب الصدع والتقارب بين الليبيين من جهتها أبدت اللجنة التحضيرية لملتقى جخرى للحوار السياسي الوطني استغرابها من اعتذار المجلس الأعلى للدولة عن المشاركة في الملتقى المزمع عقده يوم غد الأربعاء وأضافت اللجنة في بيان لها أن دعوة الحضور إلى الملتقى التي تم توجيهها للمجلس لم يتم تطرق من خلالها إلى تشكيل الحكومة كما ورد في بيان المجلس مضيفة أن الملتقى يأتي برعاية المجلس الأعلى للمصالحة بهدف لم شمل الليبيين وتوحيد الصف وأوضحت اللجنة أنه لم يتم إعداد أي جدول أعمال مسبق للملتقى تاركة ذلك الأمر للأطراف المشاركة في الحوار السياسي الوطني دعا رئيس مجلس النواب عقيل صالح الجميع إلى العفو والمصالحة مشددا على أن المطالبة بالحقوق تكون عن طريق القضاء العادل أو العرف السائد في البلاد ورحب رئيس مجلس النواب في رسالة موجهة لملتقى جخرى الوطني بهذه المبادرة داعيا الشباب إلى طي صفحة الماضي وطرح السلاح جانبا لبناء الوطن وإعماره وفق تعبيره بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري مع وكيل وزارة الخارجية الإيطالية فيتشينز أميندولا الاتفاق السياسي الليبي والوضع الراهن الذي تشهده البلاد ونقلت صفحة رسمية لإدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء على فيسبوك عن أميندو قوله إن إيطاليا ستواصل دعمها للمجلس الرئاسي والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات باعتباره المشروع الوحيد للخروج بليبيا من أزمة الصراع السياسي من جهات أعرب عماري عن شكره للحكومة الإيطالية لدعمها قطاع الواصلة في ليبيا ناقش المجلس البلدي جنزور ومجالس الحكماء والشورى مع المجلس البلد رجبان تعزيز المصالحة الوطنية بين المدينتين ورفع الغطاء الاجتماعي عن كافة الخارجين عن القانون وقال عميد بلدية جنزور فرجعبان لقناة ليبيا لكل الأحرار إن المجتمعين قد اتفقوا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة الجريمة فضلا عن تشكيل لجنة من الأعيان والحكماء للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا من جهته أكد عضو المجلس البلد رجبان مسعود المدهوني لقناة ليبيا لكل الأحرار أكد عودة أسر مدينة رجبان إلى بلدية جنزور مشيرا إلى أن المدينة لن تتدخل في أي صراعات عسكرية بالمنطقة الغربية حسب قوله أعلن أحد أعيان قبيلة المشاشية المبروك العجيب مقتل خمسة أشخاص يوم أمس من قبل مسلحين في مدينة مزدى وأوضح العجيب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سبب المشكلة يعود إلى قيام شخص من قبيلة المشاشية بقتل آخر من قبيلة الجنطرار على خلفية مشكلة اجتماعية قديمة فيما قام مسلحون آخرون من قبيلة الجنطرار كردة فعل بعد الحادثة مباشرة أو مباشرة على حسب تعبيره بقتل أربعة من المشاشية وأكد العجيب أحد أعيان قبيلة المشاشية عدم وقوع أي اشتباكات مباشرة بين الأطراف منوها إلى تشكيل لجان من القبيلتين لتهدئة الوضع وتسليم الجنات من جهة أكد رئيس المجلس المحلي مزدى عبد الحكيم بدران أن القتل الخمسة الذين سقطوا يوم أمس في المدينة لا علاقة لهم بأي مشاكل أمنية وقعت في المنطقة وأوضح بدران لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه لم تعرف بعد هوية الجنات الذين قتلوا أربعة أشخاص بالقرب من مخازن الذخيرة في مزدى مؤكدا أنه لم فر لهم من العدالة وسيجري التعرف عليهم وأضف رئيس المجلس المحلي مزدى أن الطرفين يسعيان حاليا لتهدئة الوضع ويرفضان أي تصعيد عسكري وأن ممثلين عن مدن عدة جاءوا إلى المدينة للاتفاق على حل أي خلاف وتسليم الجنات وكانت قبيلة المشاشية والقنترار بحسب رئيس محلي مزدى قد اتفقتا في عيد الأضحى المبارك على وقف أي خلقات أمنية وتسليم الجنات بينهما أفاد المنسق الإعلامي لمصلحة الأحوال المدنية يوسف جارجون بوفاة رئيس المصلحة المكلف الصديق أنحايسي متأثرا بجراحة التي أصيب بها جراء اقتحام مجموعة مسلحة لمقر المصلحة في طرابلس يوم أمس الاثنين الجدير بالذكر أن رئيس المصلحة المكلف وأحد الموظفين في مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس قد أصيبا بأعيرة نارية نتيجة اقتحام مجموعة مسلحة أمس لمقر المصلحة الكائن في منطقة الدريبي في العاصمة طرابلس كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني قد قالت أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في مبلابسات حادثة مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس ومتابعة الجنات لضبطهم وإحالتهم إلى العدالة وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك مجموعة مسلحة حاولت دخول إلى مقر مصلحة الأحوال المدنية بالقوة وقامت بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي وأكدت وزارة الداخلية أن الاعتداء كان نتيجة خلافات شخصية لا علاقة لها بسير العملية الإدارية في المصلحة نشرتنا مزالت متواصلة وفيها بعد الفاصل مفوضية الكشاف والمرشدات في مدينة درنا تقيم يوما ترفيهيا لأطفال المدينة يتضمن عددا من الأنشطة الكشفية المتنوعة والمسابقات الرياضية سلاح الجو الليبي يشن صباح اليوم أربع غارات جوية على مواقع تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط وخمس نساء من التنظيم يسلمن أنفسهن للبنيان المرصوص مجلس النواب يعتبر أن تمترس خلف سلاح خارج المؤسسة العسكرية والأمنية جريمة يعاقب عليها القانون ونصية يقول أن حكومة الأزمة تفقد النصاب القانونية للإعقاد توقيع مصالحة بين جنزور والرجبان والاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين المدينتين لمكافحة الجريمة أهلا بكم مجددا تمكنت غرفة العمليات الأمنية المشتركة المؤقتة في مصراتة من القبض على عصابة تخزن الكوابل النحاسية المسروقة في مزرعة بمنطقة الوشكة الواقعة قرب سرط وذكر المكتب العالمي بغرفة العمليات الأمنية المشتركة المؤقتة مصراتة أنه تم القبض على أفراد العصابة البالغ عددهم أربعة أشخاص أحدهم مصري الجنسية قاموا بسرقة الكوابل الكهربائية النحاسية من منطقة واديبي ومحمية أبوغرين مشيرا إلى أن عملية المداهمة للموقع جاءت بعد ورود بلاغات وأخذ إذن من النيابة العامة سرط أعلن مستشفى مصراتة المركزي عن إجراء اثنتين وخمسين عملية زراعة قوقعة الأذن منذ منتصف يوليو الماضي للحالات التي تعاني من ضعف السمع في ليبيا ونقل الموقع الرسمي للمستشفى عن رئيس قسم الأذن والحنجرة عبد السلام جهان قوله إن المستشفى أجرى اليومين الماضيين سبع عمليات زراعة قوقعة أذن لسبعة أطفال من عدة مدن الليبية تتراوح أعمارهم من سنة ونصف إلى ست سنوات أغلبهم يعانون من فقدان السمع منذ الولادة وأضاف جهان أن مستشفى مصراتة المركزي خصص غرفتي عمليات خاصتين بالأطفال ضعاف السمع قال رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب نصر الدين مهنة إن قرار إيقاف وزير الصحة بحكومة الأزمة رضا العوكلي جاء بناء على اجتماعات متكررة للجنة نقش فيها آداء وزير الصحة وقدرته على تسيير الوزارة وأضاف مهنة أن قرار الإيقاف كان لعدة أسباب منها قانون الجباية وقرار خروج الأطباء للدراسة بالخارج على حساب الوزارة وأكد مهنة وجود شحنات من الأدوية في ميناء مدينة طبرق منها أدوية منع التجلط والتي تستخدم في أمراض الكلا والقلب ومواد غسيل كلوي تحت ظروف سيئة في التخزين منذ شهور لعدم قدرة جهاز الإمداد الطبي الذي يتبع الوزير مباشرة على آداء مهامه كما يجب بحسب قوله ضبط جهاز الحرس البلدي في مدينة البيضة مجموعة من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري بعد قيامه بجولات تفتيشية على محلات المواد الغذائية ومحلات العطارة خلال اليومين الماضيين ونقلت صفحة المجلس البلدي البيضة عن رئيس جهاز الحرس البلدي محمد مجيد قوله إن من ضمن هذه المواد التي تم ضبطها في أحد المخازن أكياس قهوة مستوردة فالغة يتم تعبئتها بقهوة محلية ولا وجود للصلاحية على هذه الأكياس بالإضافة إلى بعض المواد التي ضبطت في محلات عطارة تكون مفرغة في علب زجاجية بالعطار وهي منتهية الصلاحية مناشدا المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية المواد قبل شرائها من المحلات أعلن الحرس البلدي في مدينة شحات أن شعبة الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية بالجهاز أغلقت خمسة صيدليات داخل المدينة وذلك على خلفية عدم استخراج مالكيها لتراخيص وإذن مزاولة نشاط للعاملين في الصيدليات وحذر الحرس البلدي شحات عبر صفحتي على فيسبوك حذر أصحاب الصيدليات المقفلة بإحالتهم إلى النيابة العامة في حال إعادة فتح صيدلياتهم دون إنهاء الإجراءات المطلوبة منهم أكدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني أعلن نتيجة الدول الثاني لامتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي قبل بدء العام الدراسي الجديد وقال مدير مكتب الإعلام بالوزارة رمضان الغضوي إن إدارة الامتحانات أنهى التصحيح أوراق الإجابة الإلكترونية ويجري حاليا التصحيح اليدوي للأسئلة المكتوبة وأضاف الغضوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن إدارة الامتحانات واجهتها عدة صعاب في إتمام عملية التصحيح تتمثل في تأخر وصول نماذج الإجابة من مكاتب الامتحانات بمناطق سبهة وأوباري ومرزق فضلا عن تصحيح الأوراق الاحتياطية للطلب النازحين في بعض المناطق أقامت مفوضية الكشاف والمرشدات في مدينة درنة يوما ترفيهيا لأطفال المدينة بمشاركة الفرقة الأولى أشبال بالمفوضية تضمن اليوم الترفيهي عددا من الأنشطة الكشفية المتنوعة والمسابقات الرياضية ويعد هذا النشاط هو الختمي ضمن سلسلة من الأنشطة التي نظمتها فرق الكشاف في درنة خلال العام الحالي طبعا اليوم هو يوم الألعاب ويوم النشاط الألعاب للفرقة الأولى أشبال وهو يتكون من النشاط الرياضي وكشفي ومائي كما لحظتوا الألعاب المائية والألعاب الكشفين والأشبال الفرقة الأشبال فرقة الأولى في مفوضية درنة ويعد هذا النشاط آخر أنشطة الفرقة العام هذا قبل ختام التاسع إليكم تذكيرا بعناوينها سلاح الجو الليبي يشنوا صباح اليوم أربع غارات جوية على مواقع تابعة لما يعرف بالتنظيم الدولة في مدينة سرط وخمس نساء من التنظيم يسلمن أنفسهن للبنيان المرصوص مجلس نواب يعتبر أن التمترس خلف السلاح خارج المؤسسة العسكرية والأمنية جريمة يعاقب عليها القانون ونصي يقولون حكومة الأزمة تفقد نصاب القانونية للإنعقاد توقيع مصالحة بين جنزور والرجبان والاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين المدينتين لمكافحة الجريمة للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر لايفستيشن دوت كوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة